ازايكم عامليني يا ربكونا بخير برج الاسد هنتكلم على طواقعات الاسبوع التالت لشهر ينايل عام 2022 مبدأيا احنا عندنا فيه يومين شوية تقال وفيه يومين حلوين جدا جدا خلال الاسبوع طبعا الاسبوع التالت بيبدأ من يوم 16 وبينتهى من يوم 21 في خلال الفترة دي او في خلال الايام دي بالنسبة لنا فيه كتير من التغيرات طبعا يوم 15 يوم مميز كتير يوم حلو الامر موجود فيه برج الجوزاء لكن يوم 16 ويوم 17 مش قلطف حاجة اه في البداية بنتكلم على شكل الايام الاحلى والايام الاصعب بالنسبة لنا ايه عشان نقدر ناخد بالنا ايه الوقت المناسب ليه ان احنا ناخد بعض الخطوات وايه الوقت اللي مش مناسب اللي المفروض ان احنا نتراجع عن بعض الخطوات او نكون حذرين قدر الامكان يوم 16 يوم 17 المفروض ان احنا نكون حذرين قدر الامكان وده بسبب يا برج الأسد ان هيكون في حاجتين مهمين جدا طبعا تراجع كوكب عطارد في برج الدلو ده بيأثر كتير بالنسبة لك في المنزل السابع لكن مش دي كمان المشكلة يعني المشكلة مش مشكلة تراجع كنا ممكن نقول مثلا مرحلة وجود الأمر في برج معين ممكن يسند لكن اللي موجود معاكس ان الأمر بالنسبة لك في المنزل ال 12 في برج السرطان وده بيأثر كتير عليك فيه ان ممكن يكون فيه اتخاذ لبعض القرارات السلبية او انك تسمع بعض الأخبار اللي مش لطيفة او بالنسبة لك يا برج الأسد بعض الأمور اللي ليها علاقة او متعلقة بأعداء يعني فيه مشاكسات يعني فيه أعداء يعني فيه أشخاص متربصين اسمهم أهل شر فلازم تخلي بالكم كويس قوي انكم ما تدوش الأمان لأي حد ولا الفترة دي حلوة لأي شراكة خاصة لان هيكون عندك كتير من الناس اللي عايزة تشاركك لحالة معينة او لجزء من الطمع يعني كتير طمعان فيه كتير اللي هو عايز ياخد منك فما تبقاش لقمة سهلة لحد ما تبقاش حاجة سهلة لحد يعني لقمة يعني أكلة عيش او شغلي يعني او شراكة فالفترة دي مش لطيفة نهائي لازم تكونوا حذرين وتبتعدوا عن العصبية قدر الامكان والتصرع في اي قرار او اي خطوة التصرع ده جايلك نتيجة ان المريخ موجود في برج القوس بيأثر كتير ان انت عندك تصرع في كتير من الاشياء وطبعا طبعا احذر من طاقة الخضب لان طاقة الغضب هي اكبر عدل الانسان نفسه فده يومين مهمين كتير لازم نخلي بالنا منهم لكن صراحة الامر عندنا يومين مميزين وراهم وهي على طول فترة الامر الموجود عندك اللي هو يوم 18 ويوم 19 فعندك يومين مميزين قادر فيهم على الابداع قادر فيهم على التميز قادر على انك تعاود نفسك فاذا لو عندك في حاجة لها علاقة باتخاذ خطوات 16-17 اجلها لـ 18-19 تمام ده يومين افضل ليك فيهم اخبار سعيدة فيهم قادر انت انك تتخذ خطوات مميزة ما تعودش انت بقى اليومين دول لا عليك انك تسعى اكتر واكتر طيب برج الاسد كمان من الحاجات المهمة كتير بالنسبة لك احنا اتكلمنا على شكل الايام الايام اللي فيها صعوبة والايام الاحلى طبعا كمان يوم 20 و21 هنا الشمس انتقلت خلاص لبرج الدلوة فالشمس بتنتقل من المنزل السادس ليه المنزل السابع وده بقى من هنا بيخدم حاجة او بيعوض حاجة بيعوض بالنسبة لك تراجع عطارد في برج الدلوة مش تعويض كامل ولكن تعويض جزئي يعني مش هيبقى في المشاكسات العالية لا هتلاقي برضو مهما كان الاشخاص اللي هم بيسندوق على المشاكل بيسندوق على بعض العقبات هتلاقي اشخاص كده مثلا حد عايز يطمع فيك يوقعك في حاجة في حد يقولك خلي بالك احذر جدا فعندك ده يعني فيه نوع من انواع الموازنة بس عليك ان انت نفسك ما تتسرعش في قرارات ولا انك انت تتسرع في خطوات ولا عصبية ولا امور جدل ليه ولا الجوا ده مش مطلوب تماما خلال الاسبوع ده لما نيجي نتكلم على تأثيرات مهنية مالية عاطفية الاخر الامور المهنية الامور المهنية تراجع عطارد بالنسبة لك في برج الدلو ده بيأثر كثير على الناس اللي هم اصحاب الشراكات يعني عندك شراكة مع فلان شراكة مع جهة شراكة مع كذا فده هيكون شيء مش لطيف بالنسبة لك ممكن يكون فيه بعض الضغوط او بعض المشاكل اكتر الناس اللي ممكن يعانوا فيه خلال يوم 16-17 بالاخص هم الناس اللي عندهم شراكات والناس اللي بيشتغلوا في دول برا او دول خارجية معين فيه سفر خلال حتى الاسبوع ده وتعاملات نجاح حلوة مع اشخاص غير جنسياتك بس بس فكرة ان انت ممكن يكون عندك مشاكسة لو بسيطة مع شخص غير جنسيتك او مكان غير مكانك او جهة انت بتتعامل معها هيكون فيها خلاف كبير ومشكلة كبيرة فحاولوا على قد ما تقدروا اللي هو ما ندخلش في المشاكل نخلينا هدينا ما نتكلمش كتير ده هيكون افضل جدا فترة يوم 18 ويوم 19 هتبقى قادر على التصليح بس عمر ما هيبقى التصليح زي الاول يعني ممكن ان انت تصلح مشكلة بس مش هتبقى المشكلة بتعدي زي الاول فخلي بالكم كتير طيب برج الاسد الامور المهنية بالنسبة لي برج الاسد ممكن يكون عندك فيه فرصة مهنية للناس اللي هي مش بتشتغل او عرض مهني قوي جدا جدا جايلك من الخارج او عروض مهنية جايلك من احد الاصدقاء بالنسبة لك فاذا عندك فيه عروض مهنية ويكاد يكون فيه فرصة مهنية او تعاقد مهني يوم 20 و 21 الفترة دي فيها تعاقد او عرض بشكل كتير مميز ده الوضع المهني الامور المالية الامور المالية بالنسبة لك ما تدخلش شراكة مالية مع حد ما تجذفش بفلوس لان عندك ده فيه مجازفة مالية عندك كمان تحضير لمصاريف تحضير لمشتريات تحضير لممكن يكون انتقال يعني برج الاسد عنده انتقال كتير او بيحضر الانتقال فده هيكون محتاج فلوس بالنسبة لك فاذا يا برج الاسد انت عندك فيه مصاريف متطلبة منك جدا فعندك ده خلال الاسبوع بتحضر الاولويات لها علاقة بمصاريف او بالفعل فيه مصاريف ومشتريات او بالنسبة لك بتدفع حاجة لها علاقة بانتقال فالنقطة دي متواجدة عندك جدا جدا او بصورة كتير قوية برج الاسد برج الاسد الامور برضو المالية ممكن يكون بالنسبة لك فيه تلاعب فيه عقود تلاعب فيه اوراق رسمية تلاعب فيه حاجة لها علاقة بميراس امور قانونية او قضائية خلي بالك كتير لان فيها نوع من انواع التلاعب وللاسف الشديد انت ممكن يا انت اللي بتتلاعب يا اما بيتلاعب عليك فاذا لو انت اللي بتتلاعب بامور زي كده فلازم اكون حذر جدا ولازم اخلي بالي كويس قوي اني ابعد عن هذا الامر لاني هيكون مكتشف جدا وهحط نفسي في مشاكل فخلي بالكم كتير طب لو الامور دي بالنسبة لك من انت لازم تقوم صحصح لها وفاق كويس قوي قوي لأي تلاعب ممكن يدور حواليك اتخاذك لقرارات فيه امور خاصة بالتلاعب يعني لو اكتشفت تلاعب بالنسبة لك يوم 18 19 20 21 حلو ان انت تتخذ قرار ضد او مواجهة والمواجهة ما تبقاش عنيفة المواجهة تكون قانونية او بشكل اللي هو الهادي اللي هو الهدوء الحلو ولا الجأ للحلول العادية الاول فده هيكون بالنسبة لك قلطف كتير من الشد والمشاكل والخناء برج الاسد الامور العاطفية ما زال تراجع كوكب الزهرة المنبوضة وده بيأثر كتير بالنسبة لك خاصة كمان لان الشمس هتروح لبرج الدلو وقافر يومين يوم 20 21 هيكون عندك قرارات عاطفية بمعنى ان هيكون عندك قرارات لإعلاقة بارتباط او خطوبة او بداية او اتفاق اللي هو فكرة انا هارتبط انا لا انا هكمل مش هكمل ممكن يكون في بعض الخلافات العاطفية على فكرة لازم نكون حزنين كويس قوي خاصة يوم 16 ويوم 17 لازم تكونوا حزنين اكثر بالنسبة لك الامور العاطفية هتبقى بتحاول تصلح حاجات كتيرة يعني بتحاول تصلح خطوات اجراء الجودة الى ان من يوم 20 او 21 عندك قرار القرار ليه علاقية ان احنا منتصالح ومنتراجع او القرار ليه علاقة بيه ان احنا ننهي الامر اللي هو نقطة ونبدأ من اول السطر في امورنا الحياتية فعندك ده جدا ففيه علاقة ياه هتاخد قرار فيها انها تتصلح او نبدأ من جديد او علاقة ان يحصل فيها انفصال بالنسبة كمان للناس اللي مش مرتبطين او الناس المنفصلين فيه قرار ليه علاقة بيه ان انا عايز استقر في حياة عاطفية فبرج الاسد عندك ده جدا جدا فاذا فيه قرار منتظر اصحاب برج الاسد يا اما انتم منتظرين رأي الاخر او منتظرين رد فعل شخص ما عليكم في الامور العاطفية فده بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين فيه في بداية للقرار في بداية الامر ما اللي عايز ان هو يرتبط او يدخل في علاقة عاطفية الوقت غير مناسب ممكن بالنسبة لك يوم 18 ويوم 19 لو انت مضطر ان يكون في شهر واحد لكن بالنسبة لو مش مضطرين فعلينا نأجلها في شهر فبراير هيبقى احسن كتير العلاقات العاطفية في فبراير هتبقى احسن لكن الفترة دي معكسة معكسة فيها قرارات فيها ممكن اتفاقات اللي هي مش بالشكل المباشر مش بالشكل الرسمي لان الاتفاقات اللي بالشكل الرسمي ممكن يكون فيها بعض الخلافات او ان احنا نشيل من بعض شوية او يبقى فيها بعض التعقبات اللي مش هتعجبنا فلازم نكون حذرين جدا لكن لو مضطرين يوم 18 ويوم 19 بيخدمنا كتير بالنسبة يا برج الاسد للناس اللي هم مرتبطين بالفعل ممكن يكون في بعض الخلافات العائلية عاطفية يعني نوع من انواع الضغوط العائلية العاطفية او بعض الاترابات او فيه جوه مش قلطف حاجة من حيث العاطفة والاهل لكن اقدر اقول ان مش وقت حلو لاجراء اي تصالح في خلال الاسبوع ده تبايا لانه هيكون عندك مشاحنات وهتبقى عندك لوه الاوع الغل لوه يعني هبقى غلوي كتير او هتبقى عصب كتير لوه بنتعامل بضغط يعني مضغوطين فلوه اللي هيجي علينا ضغطنا اكتر هندب في وشه وده طبعا بتأثيرات كوكب الحرب كوكب المريخ لوه يعني اللي هتيجي تصالح والجو مش هينفع معاك هتفرمه يعني الامور العائلية والامور الاجتماعية بالنسبة لكم هيكون عندكم كتير في تفكير في الماضي تفكير في ان احنا عايزين نصلح كتير عندك فكرة انك عايز تصلح او عايزة تصلحي خطوات من اموركم الحياتية دي موجودة جدا 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 عند اصحاب برج الاسد يكاد يكون بالنسبة لكم في خطأ ما انتو بتكتشفوا ان انتو عملتوه او تصرف ما كانش هينفع ان انا عملوه او مش عارف اجراء ما كانش هينفع ان انا اتخذوه وكل ده نوع من انواع اللوم النفس ولكن مش بيظهر بالشكل المظهري يعني مش بيبقى ظاهري بالعكس ده بيبقى كامل جوانا خلي بالكم كتير التصالحات هتبقى حلوة كتير على الاسبوع الرابع مش الاسبوع التالت عمتان انا بشكركم جدا برج الاسد بتمنى لكم اسبوع سعيد ان شاء الله بتمنى ان انتو تكونوا حذرين في بعض النقاط اللي تكلمنا عنها ما تنسوش اللايك وشيري الاشراك في قناة تفعيل الجرس سلام ترجمة نانسي قنقر